اضعاف الحراك الشعبي في الجزائر رهان كبير اجتهدت السلطات في البلاد لتحقيقه منذ نحو شهرين وعملت على استغلال عابل الوقت واستدراج الحراك حتى شهر رمضان لخفض منسوبه بسبب الصوم والعوامل الاجتماعية المرتبطة بهذا الشهر لكن المتظاهرين أفشلوا أركان هذا الرهان وأسقطوا فخلال الأيام الأخيرة أظهرت مسيرات طلابية إلى جانب مسيرات شعبية جرت بعد صلاة التراويح في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية أن الحراك مستمر بصورة أكبر وأن الصوم وشهر رمضان لم يؤثرا على حجم المسيرات لا بل هناك تشدد في مواصلة المطالبة برحيل رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح ورفض الحوار معه فضلا عن الدعوة إلى رحيل حكومة نور الدين بدوي وملاحقة رموز النظام السابق ورجال الأعمال الذين كانوا يشكلون الأدرع المالية لنظام الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة كذلك يستعد الناشطون في الحراك لتنفيذ سلسلة مسيرات ليلية وإقامة إفطار جماعي ضخم في شوارع العاصمة والمدن الجزائرية بهدف إبقاء الضغط مستمرا على السلطة كما تقوم مجموعات شبابية بالتنسيق لتنظيم خطوات ومبادرات تتوافق مع طبيعة شهر رمضان لكنها تكون أيضا بطابع احتجاجي وتصب في صالح الحراك كالإفطارات الجماعية في الساحات والميادين والتجمعات التي تعقب صلاة التراوح ومع تجديد الحراك مطالبه برحيل رموز النظام السابق قبل إجراء أي انتخابات رئاسية تبدو دعوة بن صالح إلى الحوار إلى جانب الدعوة التي أطلقها الجيش لفتح حوار بين المعارضة ومؤسسات الدولة تسيران بالبلاد إلى حالة سداد سياسي حقيقية في ظل غياب الأفق لحل سياسي ينهي الوضع الراهن الذي تتعزز المخاوف من استمراره لفترة طويلة تنعكس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وما يزيد هذه المخاوف أن الجيش الفاعل الرئيس وصانع القرار حاليا لا يبدو مستعدا في الوقت الراهن لتقديم تنازلات تحيد عن تبنيه للخيار نفسه الذي يتبناه بن صالح وهو يدفع باتجاه فتح حوار بين المعارضة ومؤسسات الدولة والبقاء في إطار الحل الدستوري المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية في شهر تموز المقبل اشتركوا في القناة